دشنت اليوم بالعاصمة الخرطوم الورشة القومية لمحاربة الفقر والتي ناقشت الاستراتيجية القطرية التي تعد أحد المطلوبات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية وحصلت الورشة على دعم من البنك الافريقي مقداره ثلاث مليون دولار بالإضافة إلى أننا لن نقف دعمنا لمكافحة الفقر في مختلف المستويات البنك يتعامل مع قضية الفقر باهتمام كبير وسيستمر تعاوننا لا محدود مع الحكومة لتنفيذ كل المشروعات والبرامج المطروحة حتى نساعد في إنجاح برامج الحكومة الانتقالية للحد من الفقر وفق للجهز المركزي للإحصافين نسبة التضخم للشهر الماضي وصلت إلى 330.78 نقطة بينما وصلت مستويات الفقر بحسب وزارة المالية السودانية إلى ما يفوق الستين في المئة استراتيجية خفض الفقر تناغش عدة محاور ابتداء من الإصلاح الاقتصادي والاستغرار الاقتصادي ورفع معدل النمو وأيضا توفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين في السودان عزة الطاهر امرأة سودانية تشكو من ضنك العيش وتجد صعوبة بالغة في سد رمق أبنائها الخمسة مما أجبرها على حرمان بعضهم من التعليم تعول الحكومة السودانية على همية الوثيقة عفاء الديون المتراكمة والتي أثقلت كاهلها برامج عديدة نفذتها الحكومة السودانية بدعم من أصدقاء السودان من أجل تقليل آثار السياسات الاقتصادية من أبرزها برنامج ثمرات إلا أن السواد الأعظم لا زال يشكو من ارتفاع تكاليف الحياة عفر فتح الرحمن قناة الغد الخرطون اشتركوا في القناة